اشتركوا في القناة اليوم. عنا زي ما انتو شايفين متصفح جوجل كروم. بنيجي على شريط البحث. بنكتب انتر. بنيجي على اول نتيجة بحث. يا طبعا راح اخلي رابط الموقع في صندوق الوصف. بنيجي نضغط على اول نتيجة بحث. بنيجي بعدين على زي ما انتو شايفين هاي الواجهة للموقع. طبعا الموقع اه مجانة مية بالمية. بنيجي على اللغة في هذا المكان بنغير اللغة للغة اللي بدنا اياها. طبعا راح نختار عربي. العربية. اه بعد هيك طبعا النص اللي بدنا نتحدث فيه او نسجله او بدنا نحاوله الى نص. بنيجي على كلمة بنضغط عليها وبنتكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة اه دليلك للمعلوماتية. طبعا قناة دليلك للمعلوماتية هي قناة تعليمية تقدم العديد من الشروحات في العديد من المواضيع التي تهم اه مجتمعنا. بس خلصنا ضغطنا على كلمة انت او ستوب. الان ظهر عنا النص زي ما تحدثنا في الميكروفون. اه بعد هيك بنيجي بننسق الخط من هون او نعمل له كوبي وننقل على ملف ورد برضو بصير. اه بدنا نحفظ الملف هون في ملف بصير. في عنا على بنقدر اه نطبع الملف على صيغة اذا بدنا من هذا المكان. لكن الافضل انه ننقلها على ملف ورد التنسيق من هناك افضل. هيك انتهينا من شرح الجزء الاول. نيجي على الجزء الثاني. نجمع على جوجل. طبعا الجزء الثاني هو تحويل النص الى ملف صوتي. بنيجي بنكتب كلمة تي تي اس ميكر. تي تي اس ميكر. بنيجي برضو على نتيجة اه اول بحث. نضغط عليها. بنيجي على شريط اللغة بنختار منه لغة النص اللي بدنا نحاوله الى ملف صوتي. نيجي هون تي بقى رابيك. اه العربية. اه طبعا هون في عنا امثل كثير على الاصوات بنقدر هون على الاكزامبل نسمع الصوت المتاح. مثلا نسمع هذا الصوت. تي تي اس ميكر هو اداة مجانية للتحويل من النص الى الكلام توفر خدمات تركيب الكلام. نختار هذا الصوت مثلا. اه طبعا بدنا اي نص معين. انا فاتح جوجل بارد اللي هو اه جوجل بارد اللي غني عن التعريف الكل بيعرفه. و انا شرحت عنه في درس سابق برضو راح اترك رابط الموقع في صندوق الوصف. نيجي مثلا اه نختار موضوع. مثلا اشارة. المرور. انتر. مثلا نختار اول جملة. نعملها كوبية. ابن يجي على هذا المكان. طبعا لما نختار اللغة العربية بعطينا ثمن تلاف حرف. اللغة الانجليزية عشر تلاف. نيجي بنعمل بيست. طبعا الافضل انه نشكل الكلام حتى يطلع الملف الصوتي بشكل متقن. نجرب هيك. طبعا نسير شغلة. بنيجي على المورج سيتنج. بنختار صيغة الملف الصوتي. هون نختار نخلي على ام بي ثري. نيجي على كومفيرت. اه عفوا نسيت. الكود هذا لازم ندخله. كومفيرت. اشارة المرور هي جهاز اشارة يوضع في تقاطعات الطرق او اماكن عبور المشات لتنظيم حركة التسير والسيطرة على تدفق حركة المرور بشكل امن باستخدام اضواء ملونة. زي ما انتم شايفين كيف الدقة في التحويل. طبعا عنا اه ملف الاوديو اه بمساح بعد اربعة وعشرين ساعة يعني ما بظل. عسا نجرب نشكل الكلام حتى يطلع معنا مقن بشكل افضل. نيجي على جوجل بنختار اي اه موقع للتشكيل مثلا. في موقع اسمه شكلني. او او شكل لي. انتر. بنيجي نعمل باست للكلام اللي اخترنا. ابدأ التشكيل. بنيجي هيك دبل كليك على الجملة كاملة او سيليكت اول. اللي هي كنترول اي بنعمل سليكت اول للنص. بعدين رايت كليك كوبي. بنيجي على هاي الصفحة. بنيجي على هذا النص بنعمل كلير تكست. الان نيجي رايت كليك بيست. النص اللي شكلناه. طبعا زي ما انتم شايفين ثمن تلاف حرف. طبعا هذا الموقع برضو مجانة مية بالمية. بنيجي بندخل الكود مرة ثانية تسعة ثمانية واحد اربعة. برضو نختار الاصوات اللي بدنا اياها. عنا اصوات مختلفة. مثلا نختار هذا الصوت. الان نختار الاصوات. الان نختار الاصوات. الان نختار الاصوات. اشارة المرور هي جهاز اشارة يوضع في طاطعات الطرق او اماكن عبور المشاة لتنزين حركة السيل ولا السيطرة على طف حركة المرور بشكل امان باستخدام اضواء مدونة. اشارة المرور هي جهاز اشارة يوضع في تقاطعات الطرق او اماكن عبور المشاة لتنظيم حركة السير والسيطرة على تدفق حركة المرور بشكل امن باستخدام اضواء ملونة. اشارة المرور هي جهاز اشارة يوضع في تقاطعات الطرق او اماكن عبور المشاة لتنظيم حركة السير والسيطرة على تدفق حركة المرور بشكل امن باستخدام اضواء ملونة. زي ما تشايفين كيف الدقة في التحويل. وبهيك انتهينا من شرح درس اليوم بتمنى تكونوا استفدتوا معنا وبتمنى دعمكم للقناة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.